بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي الـ Chapter بتاع الميموري و هنتكلم فيه على How to Interface Memory System to Intel Processor في البداية هنتكلم على الميموري وأنواعها والميموري دي اللي هي بنقصد بيها في الميكروب كمبيوتر سيستم اللي هي الميموري اللي بتبقى جوه الكمبيوتر فأول النوعين الأساسيين عندنا هما الرام والرام والرام stands for read only memory يعني ذاكرة القراءة فقط يعني ميموري بتكتب فيها مرة واحدة والميكروب بيقرأ منها الديتا الموجودة والديتا تبقى سبت بالنسبة للنوع التاني اللي هو الرام فده اللي هو random access memory أو read write memory أو بالعربي ذاكرة الوصول العشوائي وهي دي الميموري الأساسية بتاعت الكمبيوتر انت بتشتري كمبيوتر مثلا بتقول الكمبيوتر دا فيه 2 جيجا رام أو 4 جيجا رام هي دي المقصود بها الميموري دي ودي بتبقى read write وبرضه ممكن نقول ان فرق ما بين الروم والرام ان الروم بتبقى non volatile memory non volatile يعني ذاكرة غير متطيرة يعني لو الديتا تكتبت فيها وتطفت الpower وتفتحت الديتا تفضل ثابتة ما تتغير انما الرام بيسموها volatile memory يعني ذاكرة متطيرة يعني لو كتب فيها data وتطفت الpower عن الميموري وفتحنا الديتا خلاص راحت وده اللي موجود عندنا برضو في الكمبيوترز بتاعتنا ان انت لو مشغل program معينة وجات الpower تقطعت ورجعت تاني فما بتلاقيش نفس الprogram بترجع تشتغل تاني لوحدها لازم تعمل ايه تعمل run الprogram مرة تاني فالانواع المختلفة برضو اللي هنتكلم فيها اللي هي من نسبة للروم والرام غير الروب او مشتقين منهم بالنسبة للروم او ذاكرة القراءة فقط في انواع تانية شبيهة لها اسمها eprom و eeprom و flash يمكن نقول ان الروم او sorry read only memory هما كذا كاتجوري روم flash eprom او e square p rom وبنزبر الرام فيه برضو نوعين نوع اسمه sram اللي هو static random access memory و نوع اسمه DRAM اللي هو dynamic random access memory والحقيقة الماغودة هو الكمبيوتر بتبقى من النوع اللي هو DRAM dynamic random access memory والانواع المشتقة منها اللي هي حاجة اسمها sdram رambus memory و ddrram بالنسبة للرام in general بيبقى ليها address lines اللي هما بالاخضر دول و ليها data lines اللي هما بالاحمر و ليها 3 control signals الادرس lines بيبقوا input للميموري و data lines بيبقوا output للميموري يعني ممكن اعاوز active في الميموري او اقرى منها والcontrol lines ببساطة بيبقوا مينلي 3 control lines اللي هما write enable او يسموها write bar و output enable read bar و chip select او select bar كل واحدة من دول ممكن يبقى ليها مسمة تاني او symbol تاني بس اهم حاجة هي function بتاعته فبالنسبة للwrite enable او write bar دي signal input للميموري لما بتكون ب zero معناها ان المايكرو بروسيسور عاوز يكتب في الميموري ولما بتكون ب one معناها ان هو مش عاوز يكتب في الميموري يعني ممكن يكون عايز يقرأ او مش عايز يتعامل مع الميموري بالنسبة لل output enable او read bar دي signal input للميموري المايكرو بروسيسور بيطلعها لو لما يكون عاوز يقرأ من الميموري طب ممكن تبقى high او ممكن تبقى high امتى لو المايكرو بروسيسور بيكتب في الميموري او مش عايز لا يقرأ ولا يكتب في الميموري idle يعني مش عايز تعمل مع الميموري بتعمل مع input output مثلا وكل دول مش هيشتغلوا الا لو كان select signal او select bar signal active له دي input signal برضو للمايكرو بروسيسور من المايكرو بروسيسور input signal للميموري جاية من المايكرو بروسيسور لما تبقى low معناها ان هو عايز المايكرو بروسيسور يأكسس الميموري دي دي عاملة زي المفتاح بتاع كل اللي احنا بنقوله يعني لو select bar دي بهاي يبقى لا حيعرف يقرأ ولا حيعرف يكتب من الميموري يبقى اذا select bar signal دي زي ما هنشوف هي بتيجي من دايرة المايكرو بروسيسور بيتحكم فيها دايرة اسمها decoder اللي ممكن يبقى عندي مش memory chip واحدة بس في السيستم ممكن يبقى عندي عشرات الميموري تشيبس فلازم يبقى فيه طريقة ان انا اختار انا واحدة فيه ده بالنتسبة in general الميموري بلضافة للpower supply pois pre appmate pc e ground والاساسيين الايisi الكلام ده اللي احنا بنتكلم على One ال NCAA او non volatile طب لو انا بتكلم على ال rom او read only memory sorry اسف ال read write لordre طب لو بتكلم على ال rom او read only memory او non volatile memory برضو الكلام ليين ہو نفس السيجنال todos دي كلها PNol tournaments لان انت المفروض ان احنا بنقرأ من المموري دي بس مش بنقدر نكتب فيها يبقى اذا هتلاقي في ريت سيجنال بار بس مش هتلاقي ريت بار سيجنال في الريد انلي مموري ممكن نعمل فول سكيل يبقى بالنسبة المموري chips بيبقى دايما لها الادرس lines والادرس number of address pins is related to the number of memory locations والعلاقة بينهم بتبقى ان number of memory locations او الcapacity بتاعت المموري الساعة بتاعتها equals 2 to power number of address lines يعني لو عدد الادرس lines 10 يبقى الcapacity او المموري دي ساعتها 2 to power 10 equals 1024 location يبقى 1 kilobyte ولو المموري دي مثلا الcapacity بتاعتها كانت 1 megabyte يبقى لها كم address lines هنشوف الone mega one mega اللي هي 1k 1k في 1k والk 10 address lines زي ما قلنا يبقى اذا المموري دي الone megabyte لها 20 address lines طبعا الcommon sizes في الماركت بيقولك من واحد كيلو لم تنستة وخمسين ميجا locations بالنسبة الاسرام يعني مثلا لو قلنا طب واحد كيلو قلنا خلاص ليها 10 address lines طب متين ستة وخمسين ميجا بايت how many address lines احنا قلنا الميجا ليها 20 address lines ومتين ستة وخمسين هي 2 to power 8 هنجمع 8 plus 20 يبقى 28 يبقى المموري دي ليها 28 address lines اهو 28 10 address lines بالنسبة الone key و28 address lines او address pins موجودين للإيه للـ 256 ميجا the data pins are typically bi-directional يبقى اذا الaddress lines زي ما قلنا بيبقوا input للمموري وجايين من المايكرو بروسسور انما بالنسبة الـ data lines بتبقى bi-directional يعني ممكن تبقى الـ processor بيكتف في المموري وساعتها تبقى input للمموري او ممكن المايكرو بروسسور بيقرأ من المموري وساعتها تبقى output من المموري تمام يعني كل بقى memory location اللي احنا قلنا عليهم دول بيتخزن فيه كم بيت ممكن يتخزن فيه 4 bits ممكن يتخزن فيه 8 bits 16 bits بس الـ command بتبقى 8 bits يعني byte فبالتالي بنقول المموري 1 كيلو بايت لو حابانا نحسبها بالـ bit طبعا هنضرب في 8 يعني لو انا قلتلك 1 كيلو بايت per memory how many bits هتقول 1 كيلو بايت تبقى 8 كيلو بيت for example an 8 bit wide byte wise memory byte wide memory device has 8 data pins الكلام ده طبعا بيترجم الـ pins على الـ IC اللي هي بتاعة المموري يعني هنا مثل IC هيبقى ليها الـ 256 ميجا ليها 28 رجل منهم من الـ pins دول بتوع الـ address lines بالنسبة للـ data نفس الكلام بيبقى فيه هنا لو بايت يبقى 8 data pins هتلاقيهم على رجلين المايك على المموري 1k x 8 أو 1k byte indicates a byte addressable 8 كيلو بيت memory with 10 address pins ازاي ما قولنا بالنسبة للـ control lines اللي هم التلاتة control lines الاساسيين دول بيبقوا input للمموري وبيقولك ان كل المموري بيبقى ليها الـ signal اللي بتختار بيها المموري كلها على بعضها عشان تعمل اي operation فيها سواء كانت read او write زي ما قولنا هي المفتاح بتاع المموري اللي اسمها ممكن يبقى ليها اسم من الاسماء التلاتة دول بنفس المعنى للمموري كلها for reading or writing this enables and or write operations this enables read and or write operations if more than one present then all must be zero in order to perform read or write يعني لو فيه ساعات بعض المموري بيحط اكتر من chip select فساعاتها كلهم يبقوا لازم يبقوا active طبعا هنا لو فيه bar يبقى active low ومعظم السيجنل زي ما هتشوف في الـ control في الـ digital circuits بتبقى active low يعني لازم تبقى zero علشان السيجنل دي تعمل الـ function بتاعتي بيقولك برضو each memory device has at least one control pin اللي هم بالنسبة للروم زي ما قلنا بيبقى عندي اما output enable او gate OE bar or G bar the output enable pin ودول طبعا input برضو المموري the OE pin bar enables and disables a set of tri-state buffers عشان اخلي المموري تديني الـ data اللي عندها او تبقى try state تبقى open circuit يعني ما تدينيش حاجة بالنسبة للرام مع الـ output enable بيبقى فيه سيجنل تانية اللي هي read write bar بساعتي سموها R على W bar او write enable bar اللي زي ما اتفقنا لازم تبقى له علشان يحصل عملية الـ writing وطبعا برضو يبقى لها output enable زي الايه زي الرام عشان تتحكم في الـ read 4D والcontrol pins it must be hold true that posts are not zero at the same time زي ما انت فانا ما ينفعش ان انت الـ write signal بتاعت المموري تبقى zero والـ read signal تبقى zero في نفس الوقت كده يحصل conflict معنى عايز يـ write ولا يـ read ممكن تحرق الـ IC يبقى لازم يـ read والـ write يبقى zero one او one zero او one one ما ينفعش يبقى zero zero بالنسبة للرام بقى انواعها زي ما قلنا في الاول الرام تعتبر اسمها non volatile memory زاكرة غير متطايرة maintains its state when power down بتدفي الـ power تفتحها تلاقي الـ data ما بتتغيرش there are several forms من الرام في الرام ودي بتتبرمج في الـ factory يعني المصنع هو اللي بيبرمجها ويحط فيها الـ data ويديها للـ user الـ user يستخدمه just يريد منه انها مقدرش يغير فيها اي حاجة ودي طبعا older style لان هو انا اجاب memory مكتوب فيها طبعا انا عايز اغير اي data ما ينفعش لازم اشتري memory تانية اقوله المصنع يحمل لي program تاني عليها بالنسبة للبعد كده b-rom programmable read only memory ودي بتيجي فاضية من الفاكتوري blank والـ user بيبرمجها عن طريق programmer مرة واحدة بس برضو لو حاب يغاية الـ program اللي فيها مش هيقدر فالضطر ان هو يستبدلها ويشتري واحدة جديدة فاضية ويحط عليها الـ program فطبعا برضو يعني كان زمان الكلام ده موجود قبل اختراع الممرز اللي احنا بنشتغل بيها بس دلوقتي طبعا الكلام ده بيبقى almost يعني دي تطبقات محددة قوي ممكن نقولها بعدين بس مش المعتاد استخدام والـ rom والـ p-rom عاملين زي cd-rom cd-rom او dvd انت بتحط عليه material او تحرق عليه برنامج معين او فيديو معين لو حبيت تحط data تانية او تغير data اللي عليه مينفعش لازم تروح شاري cd او dvd جديد بلانك فاضي وتحط عليه data الجديد فدول كانوا زي الـ rom والـ p-rom جاء بعد كده عاملوا نوع اسمه ep-rom والـ ep-rom اللي هو erisable programmable read-only memory erisable programmable read-only memory هي ذاكرة rom او p-rom بس ممكن اليوزر يبرمجها عن طريق بروجرامر معين ويمسحها عن طريق ريزر او جهاز بيشتغل بالـ ultraviolet light ضوء الأشعة فوق البنفسجية بيتحط فيه الـ ic لمدة 3 ساعة اتعرض الأشعة دي يتمسح كل الـ data اللي فيها وبعد كده يقدر اليوزر يبرمجها تاني وهكذا يبا دي reprogramming requires up to 20 minutes of high intensity UV light exposure لازم التعرض للـ ultraviolet light لمدة حوالي 3 ساعة والحقيقة من الحاجات الطريفة انه هو يعني زمان وانا ببرمج الممرز دي الـ ep-roms مكانش عندي الـ eraser ده انا جبته طبعا لاتر دلوقتي بس كنت بعمل ايه كنت بقالك ده الشمس طبعا فيه ultraviolet فكنت بحطها وحطها في مكان فيه شمس ومن اول ما تطلع الشمس لحد ما تختفي الشمس وفعلا كانت بتتمسح وكنت بقدر برمجها مرة تانية وهو كذا والحقيقة في حاجة مهمة جدا بالنسبة لانواع الممرز دي اللي هي تبان انها يعني ملهاش فايدة قوي او اوبسليت او يعني هتعمل بيها ايه الا ان التطبيقات الكريتيكل مثلا زي التطبيقات الـ industrial والتطبيقات الـ military بيحتاجوا فيها النوع الممرز دي ليه لان الممرز دي مفيش اي حاجة تقدر ان هي تمسح الديتا اللي فيها خالص اللي هي الـ romer والـ b-rom اكد انك حفرت عليها الديتا وبالنسبة للـ ultraviolet نفس الكلام خلاص يعني صعب جدا ان انت تمسح الديتا اللي عليها غير من درجات حرارة عالية جدا يعني انت مثلا بتشتغل في سي مثلا زي الـ board الاردوين والمشهورة بتشتغل بيها جوه القوضة بتاعتك او البيت درجة الحرارة ما بتزدش عن 30 درجة انما تخيل ان الحاجة دي محطوطة مثلا في درجة حرارة 40 او 45 فطبعا انت متعرفش الـ performance يبقى عامل ازاي ممكن في بعض الاحيان لو درجة الحرارة تفعت قوي ان الكود الموجود على المايكرو كنترولر يتمسح حاجة تانية ممكن تمسح الكود هو التعرض المشكلة في التعرض المشكلة في التعرض ممكن برضو يمسح الكود على الـ flash مايكرو كنترولر المموريز الـ ROM based دي ما حاجة فيش حاجة تمسح عليها يعني هي دي اللي هتفضل تصيربايف لو اي مشكلة حصلت عشان كده اي نعم هي انواع عديمة خلاص ولكن ليها بعض الاستخدامات زي ما قلنا industrial و military applications طيبة نوع تاني اللي هو ايه ما بين الـ ROM وبين RAM اسمه flash memory او E square PROM memory الـ E square PROM او EEPROM and stands for electrically erisable programmable read only memory يعني ذاكرة زي الـ EPROM بس لو عزتها مسحها ما بمسحاش بقى بالـ Ultraviolet لا بمسحها بإشارة كهرباء وهي جواة دايرة بالنسبة للـ flash هي زي الـ E square PROM او EEPROM ولكن سرعتها بتبقى أعلى في الـ accessing شوية ساعات يسموا الأنواع دي E-A ROM أو electrically alternable ROM يعني الـ memory اللي ممكن أغيرها بإشارة كهربية أو non-volatile RAM writing is much slower than normal RAM برضو الـ RAM اسرع حاجة يعني بالنسبة للسرعة الـ RAM هي اسرع حاجة في الشغل واسرع دي حنشوف معناها ايه حاجة اسمه access time later used to store setup information زي مثلا video card information computer systems أو الـ BIOS أي computer system فيه IC جوه بتبقى flash دي غير الرام غير الرامات بتاعة الكمبيوتر والـ IC دي بيتحط فيها الـ setup بتاع الكمبيوتر اللي هو أول ما انت تفتح الـ power على الكمبيوتر بيظهر عندك حاجات مكتوبة كده على الشاشة ويعمل operations ويعد في الممري الحاجات الديتا والكودز دي موجودة فين في الفلاش ميبر ودي ملاقاش علاقة بقى انت عندك رام ولا ما عندكش رام ولا موصل هاردسك او لا دي كده كده already بتتنفذ طيب هنجي بقى على كفيزيكال تشيبز في الدنيا لا في الحقيقة الاي سي الاي بي رون بتبقى عاملة ازاي بنقول دايما او يعني فيه نوتيشن بالنسبة للأرقام الاي سيات لو الاي سي بتبدأ برقم سبع وعشرين يبدي نوعها اي بي رون سوري اي بي رون اريزا بالبروغرام بريد اونلي ميمري ليبت مسح بالالترا بايلوت والرقم اللي بعدها بتقسمه على تمانية يديك الساعة بتاعتها بكيلو بايت تاني يبقى ايزا لو انا عندي ميمري بتبدأ برقم تونتي سيفن يبدي نوعها ايه على طول اي بي رون طيب الاي بي رون دي كم كيلو بايت ناخد الرقم اللي بعد السبع وعشرين نقسمه على تمانية يديني الساعة الكباسيتي بالكيلو بايت طب يبقى انا انا مثلا ايه ستاشر ستاشر على تمانية فيها الاتنين يبقى الميمري دي 2 كيلو بايت زي ما قلنا قبل كده 2 كيلو بايت how many address lines in 2 كيلو بايت هتشوف 2k فيهم كم address line هتلاقي الكي 10 address lines والاتنين بتبقى 2 قص واحد يبقى 11 address lines يبقى 2 كيلو بايت ميمري ليها 11 address lines 11 address lines دول يبدأوا من كام من A0 وانتو عندو كام A10 نبص كده اهو A0 1 2 3 4 5 6 7 8 19 تمام يبقى احنا كده فعلا الميمري دي 2 كيلو بايت طب بايت يعني ايه بايت يعني 8 bits يبقى اذا البنز بتاعت الديتا اللي هما O, O0, O1, O2 O3, O4 O5, O6, O7 الpower ground على 12, VCC على 24 طب ناقص ايه ناقص control signals ايه control signals اللي احنا قلنا عليها chip select, cs bar اهي اوكي دي اللي انت بتختار بيها الميموري كلها عشان تعمل لها اكسس فيه بقى طبعا signals ثانية دي بتستخدم في البرمجة اسمه BD على BGM BGM يعني program وفيه signal على بين 21 اسمه VBB فالميموري دي انا مش محتاج منها غير ان انا اول ما اديها chip select low و اديها ال address lines اللي انا عايز اقرأ من ال location الانوان معين تروح مطلع علي ال data على طول اكي BD على BGM power down على program و cs bar let chip select و ال address lines اللي احنا قلنا عليهم 11 و data lines اللي هما output اللي هما 8 مش مشكلة التركيب الداخلي من جوه عاملة زي matrix وتختار cells وكلام ده المهم ان انت physically اللي انت هتشتغل به هو ان انت هيبقى عندك IC تمسكها في ايدك وعايز تعمل دها دايرة او تعمل لها interface على المايكرو بروسيسور انتفقنا؟ طيب هنعرف بعد كده بالمرة نقول بالنسبة لل non volatile memory ان اي IC بتبدأ برقم 28 تبقى EEPROM و اي IC تبدأ برقم 29 تبقى دي flash memory كل دول 3 انواع non volatile طب الكاباستي بتاعتهم تبقى عاملة ازاي؟ نفس الكلام ناخد الرقم اللي بعد الاول 2 digits سواء 27 او 28 او 29 و نقسمه على التمانية يطلع لي كاباستي بالايه بالكيلو بايت بنسبة لل EEPROM او non volatile memory بنعرف لها حاجة اسمها ال access time والaccess time ده بيبقى هو ال time من اول ما انت تحط ال address الى ان الميموري تطلع لك ال data ده اسمه access time اللي هو TACC TACC في ال EEPROM بيتراوح من 250 ل450 نانو سكند وده وقت طبعا يعتبر كبير جدا لو قلنا مثلا ان انا عندي ال S RAM بتاعتي بتبقى ال access time بتاعها مثلا 5 نانو سكند فتخيل memory بتديها address lines بعد 5 نانو سكند تروح مديه لك ال data اللي في ال address ده سريع جدا دي ال S RAM او memory تديها address lines وبعد 500 نانو سكند تطلع لك ال data اللي هي ال EEPROM ودي بطيئة جدا فعشان كده دي ايه اللي بيستخدم معاها في المايكرو بروسسور اللي هو ال wait states ان المايكرو بروسسور لما ديها ال address line لازم يستنى شوية يستنى بعض السايكلز علشان يتحلها الوقت انها تطلع له data اللي عندها انها في ال S RAM مش محتاجين ال ايه مش محتاجين الوقت ده طيب بالنسبة ال S RAM ال S RAM بقى هتبقى ايه نفس الكلام ممكن احسب ال address lines وال control signals وعدد البنز وكل حاجة مثلا ده رقم TMS ده الشركة المصنعة للميموري كل شركة بتحط كود بتاعه يعني مثلا TMS غالبا تست Texas Instruments او حاجة زي كده دي الشركة اللي بتصنع الميموري دي 40 ده من الارقام اللي هي لو بدأت بها ال IC تبقى S RAM طبعا مش كل ال IC يعني اللي انت عندك سيم وصفة عملية بتبدأ برضو برقم 40 انما الارقام المشهورة اللي هي لازم لو بدأت بها IC تبقى S RAM هي رقم 61 و 62 يعني اي IC بتبدأ برقم 61 او 62 تبقى على طول S RAM طبك S RAM دي الميموري الكاباستي بتاعتها ادي ايه او الساعة اعملها ازاي زي برضو زبط المرة اللي فاتت اخد الارقام اللي بعد الاول رقمين سموه على 8 يديني الكاباستي بالكيلو بايتس يعني انا اسمي المسال هنا دي TMS 4016 16 سمعة 8 تبقى 2K 2K how many address lines 11 address lines فين 11 address lines اهم A0 A1 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 A10 بايت يعني ايه بايت يعني دي يعني تمانية بتس فين التمانية بتس اهم DQ0 DQ1 DQ12 1 DQ7 طب فينة للشيب سيلكت ال S بوارة هنا على 18 طب فين ال read write signal او read enable output enable signal ال ASG bar على 20 طب فين ال write bar signal على 21 والكلام ده موجود فين في ال data sheets وده ال table بتاع الايه بتاع ال pins الموجود عندي يبقى معنى كده ان انا ممكن ان انا اقدر حتى من غير data sheets ان انا اعرف ال ICD مثلا الليها كام رجل برافلي كده بالتقريب طبعا مش لازم بعارف ال pins بقى بين رقم كام هي ال address وبين رقم كام هي ال data لان في الحالة دي برجع لل data sheets او برجع للانترنت او ال data book بتاع ال IC ال memory ICs وشوف فيه الايه details دي فهنا بنقول ايه virtually identical to EP ROM زي ما انت شايف تقريبا هي شابع ال EP ROM نفس الساعة بس زادت signal ايه؟ layer write signal with respect to the pin out however access time is much faster than 250 اللي هو اللي فات يعني الوقت بتاع ال SRAM ده بيتراوح من 5 على 10 nanoseconds طب نيجي بعد كده على ال DRAM و DRAM هي برضو RAM بس اسمها dynamic random access memory ال SRAM بتبقى size بتاعها limited ممكن maximum تبقى 128K مثلا بايت 128 كيلو بايت انما DRAM بتقدر توصل لcapacities اعلى جدا زي 64 ميجا بيت لو اسمت على 8 تبقى 8 ميجا بايت طب السبب ده في ايه؟ هنشوف DRAMs must be refreshed or rewritten every 2-4 ms ال SRAM سريع جدا مبتحتاجش refreshing انما DRAM بتحتاج حاجة اسمها refreshing فرفreshing ده بيخليه ابطأ شوية من ال SRAM يعني ممكن access time بتاع ال DRAM يبقى مثلا 2040 nanosecond انما ال SRAM 5 nanosecond 10 nanosecond ده الفرق انما في fabrication في التصنيع ال SRAM أصعب من DRAM وكsize ال SRAM في الصيز كIC يعني أكبر وعدد البنز أكتر من DRAM انما كcapacity أو كسعة DRAM تقدر تبقى أكبر كتير من SRAM في السعة يبقى ده فروق ما بين SRAM و DRAM هذه الفرش اللي هي الفرش سيستم اللي حلم اللي عليه ده بتاع ال DRAM is performed by special circuit in the DRAM which refreshes the entire memory الفرش also occur on normal read write مش مشكلة موضوع refreshing دلوقتي لان احنا المهم عندنا اللي هو في ال interfacing ال EPROM وال SRAM The large storage capacity of DRAM makes it impractical to add the required number of address pins instead the address pins are multiplexed زي ما قلنا ممكن السعة بتاع ال DRAM تبقى كبيرة قوي يعني مثلا 64 مثلا ميجا طب 64 ميجا اليوم كام address line الميجا زي ما قلنا 20 address line و 64 اثنين اثنين قصة 6 يبقى ليه 26 address line يعني فيه 26 رجل من ال IC بس لل ايه لل address طب لسه ال data ولسه control signals ولسه ال power فتلاقي ال IC بقت كبيرة قوي في السعيز فاللي بيحصل ايه انهم بيعمله multiplexing لل address lines يعني ايه multiplexing يعني ال DRAM تتميز ان ما بيتخلهاش كل ال address lines بيتخلهها بس نص ال address lines يعني لو memory DRAM 1 كيلو بايت المفروض ان هي ل 10 address lines لا هي بقى ليها 5 address lines بس طب ازاي 5 address lines انا لازم باديها 10 address lines اه ما بيدخلها 5 في 5 زي ما هنشوف في المثال اللي جاي دي مثال IC دي RAM اوكي TMS برضو الشركة المصنعة لتكساس انسترومنتز 44-64 اه في نوتيشن ممكن برضو نعرف منه الساعة بتاعت الممري ونوعها اه قالك لو IC بتبدأ بال44 يبقى دي DRAM الداتا باس بتاعها 4 bits ولو بتبدأ IC ب 41 يبقى دي DRAM الداتا باس بتاعها 1 bit دي RAM ما بتبقاش بايت زي الS RAM والإي بي رام بتبقى bit او 4 bits والرقم اللي بعد كده بيبقى بالكيلو بت او الكيلو فاربعة يعني ايه يعني دي 44-64 44 تبقى ايه DRAM الداتا باس قد ايه 4 bits طب 4 bits دول cam location 64K location يبقى 64 فاربعة 64K فاربعة طب لو كانت 41-64 هتبقى 64 كيلو بت بيت يبقى ايزا الرقم الاولاني ده اربعة سوري الاثنين رقمين الاولانيين 44 تبقى DRAM الداتا باس 4 bits له 41 DRAM الداتا باس 1 bit واللي بعده الcapacible K طيب 64K 64K how many address lines الكي 22 power 10 وال 64 22 power 6 يبقى 16 address lines لا ده مش هايبقى ليها 16 address line المفروض هايبقى ليها نص نص العدد ده يعني 8 address lines اللي هو بالازرق دول 0 1 2 3 4 5 6 7 وطبع ليها supply بCC وground وليها write bar وليها g bar لانها هي كميموري رام عموما رام ممكن تكتب وممكن تقرى منها وفيه 2 signals بقى بيزيدوا في DRAM اللي اسمهم ايه CAS bar وRAS bar CAS bar اللي هي column address select وRAS bar اللي هي row address select اه يبقى انا عن طريق 2 signals دول هادر ادخل ال address lines تمانية ووراهم تمانية كمان واحدة اكنها row واحدة اكنها column ده pin out وده table بتاعه يبقى ال address lines من A0 ال A7 data lines 4 bits ورو address select signal column address select وG bar اللي هي output enable وWrite bar اللي هي write enable يبقى بيقولك the TMS 4464 can store up to 256k bits اه مفيش مشكلة لانا احنا قلنا علي 64k ف4 لو دربت 64k ف4 يديك 256k bit it has 64k addressable locations which means it needs 16 address lines ولكن احنا هنديها تمانية بس the row address A02 A7 are placed on the address pins and strobed into set of internal latches ال strobe ده يعني ايه يعني بيتعمل لها latching او بيتعمل لها يعني تبقى stable بس ده عن طريق ان انا دي signal RIS بور signal اخليها low بانا لو ديت ال RIS signal low وديتها address lines دول يتخدوا ويتعمل لهم latching جوة IC بعد كده اروح مدخل لها address lines the higher اللي هما من A8 A15 واروح مدي signal CES bar low تاني وده التايمينج ده جرام ده بيحدد الكلام يبقى في الاول بحط ال row اللي هوا من A0 ل A7 وأدي signal RIS bar low وبعد كده اروح مدي signal 8 bits بتسبتوا address lines اللي هوا من A8 to A15 وأدي RIS signal low ساعتها خلاص يبقى stable وأقدر ان انا اقرأ وكتب في location ده طب بالهاردوير الكلام ده بيتعمل ازاي؟ يعني اتفقنا ان ناحية الممري ايه الناحية اللي تحت دي input to DRAM اللي هوا من A0 A7 طب بس المايكرو بروسسور عايز يأكسس location 16 bit يبقى لازم يطلع 16 bit من عنده طب ازاي 16 bit دول ادخلهم على مرحلتين مرة على output دول يطلعوا من A0 A7 ومرة A8 to A15 اللي هي 74 157 اللي هي Quad 2 to 1 Multiplexer Quad يعني فيها اربعة 2 to 1 Multiplexer الاي سي دي شغال ازاي؟ ليها تمانية inputs واربعة outputs وSelection Line لو Selection Line ده بزيرو يبقى اللي هيعدي على الاربعة outputs دول هما الاس يبقى اللي موجوده على 1A يعدي على 1Y والموجوده على 2A يعدي على 2Y والموجوده على 3A يعدي على 3Y و 4A يعدي على 4Y ونفس الكلام هنا فبالتالي لو في الاول الاري اس سيجنل موصلها على السيليكت سيجنل لو بزيرو يبقى ايه اللي هيبقى output هنا A0 to A3 وهنا A4 A7 طب بعد كده لما خلي الاري اس بار سيجنل بهاي او السي اس بار سيجنل مرافقة معها بلو ايه اللي هيحصل ايه اللي هيعدي على الاوبوت هنا اللي هما البيز يبقى 1B هتعدي على 1Y 2B هتعدي على 2Y 3B على 3Y 4B على 4Y ودول اللي الاريدي وصلين على A8 و 10 و 11 يبقى في حالة الاري اس سيجنل بهاي او السي اس سيجنل بلو وطبعا هنا مفروض الاري اس انها تطلع بهاي والسي اس اللي تبقى بلو هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو هيطلع لي على الاوبوت هنا A8 9 10 11 10 وبالشبه 12 13 14 15 يبقى دي طريقة الهارد وير اكسسينج لل لوكيشنز في ال DRAM وده كلام مهم جدا بالنسبة للكلام ده موجود في الكمبيوتر سيستمز ازاي؟ بيبقى موجود عن طريق حاجة اسمها سيم موديول اللي هو السينجل ان لاي ميمري موديول يبقى ليه عدد معين من البينز والايسيس كلها عليها وده كت في الكمبيوتر ستتعاد زمان الكمبيوتر زي الحالية ببقى فيها الموديول زي شبه كده البينز على الناحيتين دي كت على الناحية واحدة زمان البينز 72 بن دلوقتي بتبقى اسمها DIMM اللي هي دي والان لاين ميمري موديول واللي انت دي بتحطها جوه الكمبيوتر وموص بروبيا 168 بن وعندي ساعات عالية جدا زي ما قلنا من منت دايناميك ميمري يبقى ازا الميمري اللي بتتحط جوه الكمبيوتر البي سي اللي هنبتشتغل عليه دي نوع من انواع الدي رام نوع متقدم ممكن يبقى اللي اسمه ادو رام اس دي رام اس دي اللي هو Synchronous Dynamic Random Access Memory مش المجال ان احنا ندخل في التفاصيل الميمريز المتقدمة دي او الفروق ما بينها وبين الدي رام العادية احنا بنتكلم على البيزيك سيستم علشان الفوكس بتاعنا هو انترفيسنج الميمري دي مع المايكرو بروسيسور تمام؟ هنوقف هنا وهنبدأ في الجزء الثاني على الميمري دي كودينج ان شاء الله اشتركوا في القناة